بالسرعة القصوى تمضي الجهود الدبلوماسية لإخماد نيران الأزمة الأوكرانية ففي ظل تدرب منسوب التفاؤل حراك سياسي يشهده الملف الشائك هدفه تبديد التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية بعد جولته المكوكية في موسكو وكييف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يبعث من برلين برسالة روسيا مفادها وحدة الصف الأوروبي لدعم سيادة أوكرانيا لكن فقط عبر المصاري السياسي والحوار ترسيخ وحدة الأوروبيين والحلفاء والدفاع عنها في جميع الأوقات هذه هي الطريقة التي سنمضي بها سنواصل العمل في الأسابيع القادمة بأهداف بسيطة اجتناب الحرب إننا نعتز بالسلام واستقرار القارة الأوروبية ونعتقد أن واجبنا هو القيام بكل ما في وسعنا للحفاظ عليه وبالنبرة ذاتها أكد المستشار الألماني أولاف تشولز أن مواقف بلاده موحدة مع فرنسا وبولندا بما يخص التحرك تجاه الأزمة بين أن خطاب تشولز لم يخلو من التهديد والوعيد لموسكو إذ هدد المستشار الألماني روسيا بعواقب واسعة النطاق في حال غزو أوكرانيا أما ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فكان أقل تفاؤلا بشأن احتمال حدوث خرق قريب في الملف فبالنسبة لجوزيب بوريل زيارة رئيس ماكرون لموسكو كانت مهمة لكنها لم تحقق معجزة خاصة في ظل عدم وجود إشارات بخفض التصعيد من قبل روسيا المسؤول الأوروبي ذهب بعيدا في توجسه من تطورات الأحداث واصفا الوضع بأنه الأكثر خطورة على أوروبا مذو نهاية الحرب الباردة ولعل ما يشهده الميدان من حجد عسكري يخفض من سقف الآمال المتوقعة بحدوث فراجة قريبة فالحدود الباردة بين أوكرانيا وروسيا تعيش على صفيح ساخن حيث العديد والعتاد الحربي يزداد مع مرور الأيام فيما تغرق دول النيتو كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية مخافة من غزو روسي رغم نفي موسكو المتكرر لعزمها شن حرب ضد جارتها أوكرانيا